بالمقابلة كذا قيادهم في الإطار التنسيقي أن انتخابة مجالس المحافظات قائمة في موعدها في 18 من كانون الأول المقبل بعكس من يروج له اتلاف المالكي حول تأجيلها للعام المقبل وقال القيادي أن المفوضية تماضية بالاستعداد لإجراء الانتخابات بموعدها وأقمت بتسجيل مرشحي الكتل لفتة إلى أن اجتماعات الكتل السياسية لم يجري الحديث فيها عن موعد جديد للانتخابات لذلك سيتم المضي بالموعد المحدد وضف أن جميع الاستعدادات قائمة على كل المستويات لإنجاح هذه الانتخابات بموعدها